بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا أبناء العزاء في هذه الحصفة الجديدة والتي تعلمنا طبعا بالتعبير الكتابي القسم الخامس ابتدائي مرجع المنير في اللغة العربية نعم كتابة يومية عندنا هنا أتهيأ نعم أذكر حدثا عشته لا يمكن أن أنساه أبدا نعم طبعا هناك مشموعة من الأحداث ومناسبات نعيشها وطبعا لا يمكنني سيانة مثلا ممكن أتحدث عن لاحظوا هنا يا رحلة نظمتها منظرتي أو زيارة العمة بمراكش أو طبعا المشاركة في التحدي القراء العربي أو طبعا تسليم الجوائز المتفوقين فهذه طبعا أحداث لا يمكنني سيانة أبدا أو طبعا رحلة إلى مدينة ساحلية بهالبحر أو رحلة إلى مدينة مراكش طبعا وما تسخر به طبعا من مآذر عمرانية طاريخية فطبعا نعطينا واحد ثلاثة رحلة نظمتها مدرسة هي زيارة العمة بمراكش العمة بمراكش المشاركة في التحدي القراء العربي فطبعا هذه الأحداث لا يمكنني نسيانها أبدا إذن أتدرب إحنا قلنا أتطلعوا على يومية بعض الكتابة أتهيئوا للكتابة بالتعرف على نموذج ليومية من تقديم أستاذي أو أستاذتي إذن نعطيكم واحد نموذج ها هو طبعا تيقول لنا هنا في الأول أول لا يمكنني تحديد طاريخ ها الأحد استمارس ألفين واتنين وعشرين مثلا إذن هذا طاريخ لا بد من لاحظوا طبعا اليوم يوم السعادة والفرح سأزور رفقة أبي وأمي خالتي في مدينة طنجة إذن المكان في مدينة طنجة إنه يوم رائع بالنسبة إلي في بيت خالتي نعم التقيت بابنها سامي إنه أغلى صديق صديق أو إنه صديق غير لعبنا معا لعبنا معا وجلسنا نتحدث عن مصابقة التحدي القراءة العربي في البهر ذهبنا مع أبي وزوج خالتي إلى شاطع البحر أكلنا سمك السردين المشوي وسبحنا في ماء البحر وصنعنا قصورا وحيواتات من الرمال إنه يوم لا ينسى أبدا عند عودتي إلى البيت وعند عودتي إلى البيت بدأت أفكر فيه نعم لضحت عندنا مش أولا عندنا هنا طارق الأحاد طبعا نلحق زيارة خالتي إذن هنا زيارة خالتي مدينة طنجة الأحداث التقيته أنا مجموعة من الأحداث لو لنتقيت بني هاسامي لعبنا لاحظوا مجموعة من الأحداث قبنا بها جلسنا نتحدث عن مصابقة تحدي القراءة العربي ثم ذهبنا مع أبي وزوج خالتي إلى الشاطع أكلنا سمك الشردين هذه مجموعة من الأحداث في ذلك اليوم ثم سبحنا في ماء البحر صنعنا قصورا وحيوة وشكلنا حيوانات من الرمال هنا على الانقباع لاحظوا هنا على الانقباع ديالي الأحاسيس ديالي إنه يوم لا ينسى أبدا عند عودته إلى البيت بدحت أفكر فيه طبعا نكون دير اسم ديالي ها؟ هنا سنرى من أختار يوم من الأيام إحنا أختارينا الأحد لأشرع في كتاب مذكرة وهي ينظم القيم بذلك إذن أخذنا مفكر تدوين أشرعتي نفكر طبعا الانتباع إلى بعد الأحداث فكما قلنا بعد الأحداث لعبنا جلسنا تحدثنا تهلنا إلى الشاطئ أكلنا السماء هذه ليست واحدة سمحنا في بعض البحر صنعنا قصورا وشكلنا حيوانات من الرمال ثم أحدد اللغة التي سأدوين في مذكرة ثم أناقش أصدقائي وأصدقائي حول الموضوع أستعينه بعد يوميا لأطلعات وخطوات الكتاب إذن هذه قلنا كنموذج للسناس هي طبعا أول حاجة الطريق طريق لا بدون طريق أحد السماء وهنا اليوم يوم السعادة والفرح سأزور رفقة أبي وأمي خالتي من الطنجة إذن الحادث هو زيارة رفقة خالتي من الطنجة إنه يوم رائع وجميل من ذلك في بيت خالتي لحظة الأحداث انتقيت ابن سامي الحادث الأول إنه صديقي الغالي ثم لعبنا مع الحادث الثاني وجلسنا نتحدث معه معه وعنه سابقا تحت غيري نعم ذهبنا مع أبي وزوج خالتي من الشاكل هذا الحادث أكلنا سبق السردين نشويين عن حادث الجليل سبحنا في ماء البحر ثم كذلك كسعنا هنا والوصول وحيوانات في الرمى هذا حدث أخيرا هنا قالوا لنا للأحاسم طبعا إنه يوم لا ينسى أبدا عند عودته البيت بدأتوا فكروا به طبعا اسم محمد ها نموذج آخر طبعا أخذناه من بعض المراجع النموذج آخر هو جميل جدا سيقولك هنا الأحد 19 يوليوث 2020 اليوم يوم السعادة والفرح سأسافر مع عائلتي لزيارة عمتي في نواحد على عائش إنه يوم جميل بالنسبة إلي رغم أني أحسست بذواء أثناء الصغر نعم ثلاثة الأحداث في بيت عمتي إلتقيت بنتي عائشة نعم حدث أول إلتقيت بنتي عائشة إنها صدقة العزيزة لعبنا معا كثيرا نعم حدث وصعدنا أعلى أشهر الخوف ثم في الطهري أخذنا زوج عمتي إلى شاطئ البحر أكلنا سمك السردي المشروح هذا حدث سبحنا في ماء البحر البارد صنعنا قصورا من الرماء نعم جيد إنه يوم لا ينسى رغم أني أحسست بشيء من الحزن عندما عدنا إلى البيت في المزار إذا أخيرا هنا نجد الأحاسيس والإبتماعات حول الحدث يوم لا ينسى أحسست بشيء من الحزن عندما عدت إلى البيت وهناك هنا طبعا نسرد الأحداث بسرطين من الأول تقيت ابنتي عائشة لعبنا صعبنا عشر الضقوق أخذنا زوج عمتي وأكلنا الشاطئ طبعا أكلنا السباب سبحنا صنعنا قصورنا الرماء هذه كلها أحداث وأخيرا الأحاسيس والإبتماعات طبعا حول ذلك الحادث الذي هو زيارة العمى بمدينة العائشة من بين الأحاسيس هو أحسست إنه يوم لا ينسى يوم جميل وراع رغم أني أحسست بشيء من الحزن عندما عدنا إلى البيت نعم نمر إلى هنا أكتبوا مسودة أستعينوا طبعا بما خططت بأكتب يوم يتي أكتبوا يوم يتي باستثمار ما تعلمت من قواعد نغوي وما تعلمت في دون الصريق أستعينوا توجيه المستجزي وباديوا المطار المساعدة من الأقارين نعم لتجاوز الصعوبات إذن أهم حاجة نفسها هي التاريخ ثم ما هو المناسبة أو الحادث وش رحلة نضمتها مدرسة أو سيارة أو مشاركة في التحدي أو نصفر إلى مدينة سياحية إذن نمر الحادث أو مناسبة نسترد مشموعة من الأحداث بالترتيب وأخيراً الانتباعات والأحاسس حولاً الحادث أتمنى أن تكون قريصة في التوم من هذه الحصة